يقول تاجر سوداني كنت أعمل في التجارة مع صديق السعودي سعود في مدينتنا بريدة وذات يوم ذهبت لصلاة الجمعة في الجامع الكبير كعادتي فقال الإمام الصلاة على الجنازة وتسألنا من المتوفي فإذا هي الصدمة إنه صديق العمر سعود صدمت بشدة وصلينا الجنازة على حبيبي وصديقي عمري رحمة الله عليه وبعد شهور من الحادث بدأت أصفي حسابات مادية مع أبناء سعود وورثته وكنت أعلم أن سعود رحمه الله عليه دين بمبلغ 300 ألف ريال سعودي لأحد التجار فطلب مني التاجر أن أذهب معه للشهادة بخصوص الدين عند أبناء سعود وحيث إن الدين لم يكن مثبتا بشكل واضح لأنه تم عبر عدة صفقات لم يتضح لأبناء سعود هل والدهم سدد ثمن الصفقات أم لا ورفض أبناء سعود التسديد ما لم يكن هناك أوراق ثابتة تثبت أن والدهم لم يسدد المبلغ ولأن العلاقة بيننا نحن التجار تحكمها الثقة لم يوثق ذلك التاجر مراحل التسديد بوضوح ولم تقبل شهادتي وصارحني ابن سعود قائلا لم يترك لنا والدي سوى 600 ألف ريال فهل نسدد الدين الذي لم يهتم صاحبه بإثباته ونبقى بلا مال دارت بي الدنيا وتخيلت صديقي سعود معلقا في قبره مرهونا بدينه كيف أتركك وأتخلى عنك يا صديق الطفولة ويا شريك التجارة وبعد يومين لم أنم فيهما وكنت كلما أغمضت عيني بدت لي ابتسامة سعود الطيبة وكأنه ينتظر مني مساعدة فعرضت محل التجاري بما فيه من مضائع للتقبيل والبيع وجمعت كلما أملك وكان المبلغ 450 ألف ريال فسددت دين سعود وبعد أسبوعين جاءني التاجر الدائن لسعود وأعاد لي مبلغ 100 ألف ريال إنه تنازل عنها عندما عرف أني بعت بضاعتي ومحلي من أجل تزديد دين صديقي المتوفي وقال التاجر الدائن ذكر قصتي لمجموعة من تجار بريدة فاتصل بي أحدهم وأعطاني محلين كان قد حولهما لمخزن وذلك لأعود لتجارتي من جديد وأقسم لي أن لا أدفع ولا ريال واحد وما إن استلمت المحلين ونظفتهم إلا وسيارة كبيرة محملة بالبضائع نزل منها شاب صغير في الثانوية وقال هذه البضائع من والد التاجر فلان يقول لك عندما تبيعها تسدد لنا نصف قيمتها فقط والنصف الباقي هدية لك أشخاص لا أعرفهم بدأوا بمساعدتي من كل مكان وانتعشت تجارتي أضعاف ما كانت قبل تلك الحادثة ونحن الآن في رمضان عام 1436 هجريا والحمد لله لقد أخرجت زكاة مالي ثلاثة ملايين ريال تعليق أولاده فلذات كبده لم يكترثوا بسداد دين والدهم طبعا في الميراث والصديق الذي كان بمثابة الأخ المخلص ضحى بباب رزقه حتى لا يحبس صديقه في قبره ويعذب بسبب دينه هذه الصحبة الطيبة والأخوة الصادقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون معلمة بارعة في عملها متزوجة من مهندس لا يقل عنها براعة في عمله أيضا ولهما ابن يبلغ من العمر عشر سنوات إلا أنه دائم الصمت ولا يفرقه الحزن إلا قليلا وكثيرا ما يبكي كلما جرس وحيدا وقد فشل أكثر الأطباء في علاجه كما فشل والداه في إخراجه من حالة العزلة التي يعشقها والتي لا يعلماني سببها وفي يوم من الأيام دخلت هذه المعلمة إلى الفصل وألقت التحية على تلاميذها ثم طلبت منهم في جدية واهتمام أن يكتبوا موضوعا يطلبون فيه من الله عز وجل أن يعطيهم أكثر شيء يتمنون تحقيقه في هذا العالم وبعد انتهاء اليوم الدراسي وعودة التلاميذ إلى منازلهم جلس كل منهم يفكر في أمنيته البعض تمنى لعبة جديدة والبعض تمنى التفوق والبعض تمنى المصالحة بينه وبين إخوته وهكذا وفي اليوم التالي أعطى كل تلميذ للمعلمة الورقة التي كتب فيها أمنيته التي يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحققها له أخذت المعلمة الأوراق ووعدت تلاميذها أن تقرأها باهتمام وعناية في بيتها وبالفعل جلست هناك تتأمل الأوراق وتقرأ أمنيات طلابها ولكن هناك ورقة جعلتها تبكي بشدة وعندما دخل عليها زوجها سألها عن سبب بكائها فأعطته ورقة التلميذ وهي تقول خذ قرأ موضوعه بنفسك كان مكتوبا في الورقة كلمات مؤثرة جدا بالفعل حيث كتب التلميذ إلهي أسألك هذا المساء طلبا خاصا جدا وهو أن تجعلني هاتف جوال فأنا أريد أن أحل محله أريد أن أحتل مكانة مميزة وخاصة في المنزل وأن أصبح مركز اهتمام الجميع ينظرون إلي باهتمام وبأسلوب شيء لا أريد أن أعود مجددا إلى منزلي وأجد أبي مشغولا عني بالحديث في الهاتف وأمي مشغولة عني بالنظر إلى بعض الصور على هاتفها أريد أن أكون أنا هذا الهاتف الذي يهتم به الجميع وأخيرا وليس آخرا أريد منك يا إلهي أن تقدرني على إسعاد والدي والترفيه عنهم مثل ما يفعل هذا الجوال انتهى الزوج من قراءة الموضوع وأخذت الدموع تتساقط من عينه ثم التفت إلى زوجته وقال يا إلهي إنه فعلا طفل مسكين ما أسوأ آبويه ازداد بكاء المعلمة وهي تقول له إنه الموضوع الذي كتبه ابننا وبعد لحظات قررت المعلمة أن تأخذ إجازة طويلة من عملها لتتفرغ تماما لأبنائها وعندما سألها مدير المدرسة عن سبب طلبها قالت له الأبناء نعمة من الله هم رأس المال والاستثمار الرابح وامتداد العمر وأهم شيء في هذا العالم قررت أن أعيش معهم لا أعيش من أجلهم فأفضل ما يمكننا تقديمه لأبنائنا هو الاستماع إليهم والاهتمام بحديثهم والاقتراب منهم خاصة في مراحل عمرهم الأولى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون اشتركوا في القناة